شهر شعبان شهر الاجتهاد في القربات والضعاد موسم فاضل ينال فيه الإنسان بركة الوقت بأنواع من العبادات اقتداء بالسلف الصالح نحن في شهر شعبان الذي يستحب فيه الصيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصيام لا شك أن له أثر كبير في الصحة الروحية والنفسية والبدنية للمسلم وهو باب من أبواب الوقاية من كثير من الأمراض التي ينصح فيها الأطباء كثيرا لبعض المرضى بأن يصوموا اتباع أسلوب حياة صحي سواء في شهر رمضان أو بقية السنة جزء من من ينصح به المختصون وما يدخل في خانة الوقاية خير من العلاج اتباع أسلوب حياة صحيحة الاستثمار في الوقاية هو شيء مهم مما يكلف لأموال باهضة مقارنة مع الاستثمار في العلاج. الوقاية خير من العلاج عديد المشاكل الصحية يمكن تفديها من خلال التوعية بالمخاطر بعض الممارسات التي تؤدي إلى نتائج وانعكاسات الصحة ويصبح المرض مزمن. الاستثمار في العلاج بأقل تكلفة مرهون بمدى تحل أفراد المجتمع بالثقافة الوقاية الصحية والروحية على حد سواء.